اشتركوا في القناة تعرفوا كلمة بيقول تحركت احشاءه تحركت احشاء الله مين بيتحرك الحشاء عنده الام بس بدأتولد تحركت احشاء الله يعني تحرك ان يلده من جديد من بعد ما الخطيئة راسته وموتته وبيقول تتشوفوا هالتشبيه لان الله الام الحقيقية بيقول النسية المرضعة مرضعها اذا ام عم تطعم ابنه وتردعه اذا مع انه هاي ما بتصير ولا ممكن بس اذا الام نسية مرضعة اما انا فلن انساكم يعني تأملوا امومة الله لالنا وحبه هالتشبيه اللي بيعطينا اياها من هون نحنا منشكر الرب يلي هالحب اللي معنا اياه على الارض ويلي مننعم فيه لأن حب الام هو حب مجاني بامتياز ما عنده اي اي سفة الانانية اما محرر من الانانية حب حقيقي منشكر ربنا انه عطانا ام على الارض وبصلاتنا اللي ترجيه المارونية منقول بفترة الميلاد للسماء عنده كل شي بس ما كان عنده ام نزل الله على الارض اخد ام من الارض وطلع على السماء ودعيها ام الله شو هتشبيه الحلو يعني حتى الله عباله يتنعم باللي نحنا منتنعم فيه اسمه حنان الام كانت العذرة مريم الليلة احبائي بدي اتأمل انا وياكن هالاسبوع هو اسبوع المخلع وبدنا نتأمل بالمعاني طبعا لأنه تعرفوا الانجيل واللي ترجيه بزمنه لازم دايما ناخد زوادي ما نطلع بس انه سمعنا الانجيل او زقنا من وعزة الابونا دايما نبشه على كلمة الله تاخده زوادي منه وهي الزوادي بتكون عمده اسبوعكم لأن الكنيسة كل اسبوع على الزمن اللي ترجي كله بمدار السنة بتزودنا بغزة روحي حتى اللي نقدر نواجه احداث الحياة بخبروا بمطرح بنص اخر من الانجيل كمان عن شفاء مخلع غير المخلع اللي بخبر عنه هالانجيل اللي سمعتوه كان في بركة اسمها بركة الغنم وهالبركة كانوا على مدخل رويق سليمين على مدخل الهيكل كانوا يكبوا فيها الغنم يغسلوها تيفوتوا يقدموها زبيحة وكانت الزبيحة قديما مغفرت الخطايا يدبحوا الخروف ياخدوا من دمه يقولوا خطاياهن امام هيكل الرب ويرشوا من هالدم مع راسهم وكانت هيك تغفر الخطايا وما ياكلوا الخروف يكبوه بوادي اسمها وادي يوشفاط او وادي قدرون وهالوادي قدمكب فيها زبيح كانت تضل النار طالع فيها وكان دايما هالخوريف اللي يكبوها تدود منا اخد يسوع المثل طبعا جهنم حيثو نارهم لا تطفق ودودهم لا يموت اخد المثل من هالويدي هايدي الزبائح كلها اللي كانت تتقدم كان يغسله الخروف تيكون طاهر نضيف نقي تحتالي يقدر بدمه يغفر الخطايا كان يتجمع حوالها البركي كل الكسح والعميان والمخلعين والاصحاب الامراض والاسقام وكان الملاك ينزل كل شهر يرف الماء بها البركي وكان اول واحد يكب حيله فيها كان يشفى ولكن هالبركي هالقد الملاك ينزل عليها وكانت ميتة مقدسة تشفى المرضى لان لما انلقتوا يسوع على جبل الزيتون ربطوا وصاروا هايدي الخبرية من ورا اديسي مريا دا جريدة يلي بتخبرها العدرة كل مشاهد الام يسوع بتفرجها اياها بالرؤية بالعين المجردين نزلوا يسوع بخبيط من جبل الصهيون من جبل الزيتون لما لقتوا وكانوا مربطين له اجراب بجنزير انجق يقدر يفشخ وكان عم ياكل قتل من فوق تجيبوه قدام قييفة يحكموا بالهيكل بس وصل قدام هالبركي احد الجنود بيلقى الجنزير وبيجي سافقه فيه على اجراء بلف الجنزير على اجراء وبطير يسوع بالهوى وبيجي واقع بهالبركي وبتقول مريا دا جريدة شافت بهاللحظة كل خوريف بيتلحم مع عقيد وقالوا هيدا هو الحمل الحقيقي يلي بدو يندبح في ديئة نحنا كنا صورة كنا رمز بالعهد القديم هيدا هو الحمل كان الله القاب الظاهر شايف بهالبركي ابنه يوم من الايام بدو يوقع ومن بعد ما يتغسل فيها فيت عالدبح تتندفع خطياك خلي هالماء وهالبركي تكون هالقدي غالي عقلبه وصار كل الشهر يبعت الملاك من السماء ترف الماء وكان اللي ينزل فيها يشفى عهالضفاف البركي كان فيه مخلع إله 38 سنة قاعد هونيك إجا صوبه يسوع وداش كان فيه سقمة ومرضى ومخلعين ما إجا إلا لعنده حكمته ما بعرف لها سألوا قالوا بدك تشفى وبلش الندب وهيدي حالتنا نحن أوقات من صلي ندب ما حدا بيرتفت فيه ما حدا الله ما بيرد علي وبصلي الله ما بيستجيب ما تندب مع الله علوم موقف شو بدك منه لما بتصلي صارح الرب برغبات قلبك بحب يسمعك الرب ما تعمل مناحة معه قال له إلي 38 سنة هون كل ما بينزل الملك برف الماء بينزل حدا قبلي ما حدا بينزلني على الماء قال له سألتك بدك تشفى قم احمل سريرك وامشي وقاموا اليهود بوقتها على يسوع كيف يشفين هر سبت سألوه مين شفك ظاهر ما سألوا مين اسمك قد ما فرح يا حرام راح يركض وينط أول مرة بيستعمل إجراء بعد فترة بيريئي يسوع برواء الهيكل طبع سليمين بيقل له هالجملي هالزوادي قال له لا تعود إلى الخطيئة حتى لا يصيبك أعظم فإذا مصيبته شلله كان من وراء خطايا هي عملت له الإعاقة بحياته واليوم زيت الشي عم يرجع يضوي يسوع علينا بهالنص لما نزلوله اللي مخلع قدامه أول كلمة قالوا يها مغفورة لك خطياك من بعد قال له قم احمل سريرك وامشي فإذا عم بيضوي يسوع فيه إعاقات حتى جسرية وقد تكون إعاقات روحية أو نفسية مخربط بمطرح لأن فيه خطايا بحياتك ما تبت عنها نهار اللي بتتحرر من الخطيئة بتشوف الحياة فتحت قدامك بتشوف الأمور تسهلت لأن الخطيئة أحبائي بتجيب لعني بتخربت حتى الصحة بتخربت الفرح بتخربت السلام ببيتك من هون يسوع بيدعينا نتخلص منها للخطيئة تترجع أمورنا تزبط وحياتنا تستقيم الخطيئة هي سبب الشلل ومشان هايك الكنيسة بزمن الصوم بتستعرض لنا كل بشاعة الخطيئة بدءا بأحد الأبرص بتفرجينا الخطيئة اللي بتعملك نجس الأبرص كان نجس نقلا على إنجيل الناس فيه الخطيئة بتستنسفك تخد لك حبك برات البيت بتخرب لك عائلتك الخطيئة بتجرك على مطرح بتصير الرجعة منها صعبة خاصة اللي بيفوتوا بالإدمان على الإقمار على الزنا على الشرب على المخدرات بتحس عم تستنسفك عم تقتلك ومش قدر توقفها هاي الناس فيه مع الإبن الشاطر بتفرجينا الخطيئة بتحقرك بتنزلك من كرامتك كابن أقلة وبتخليك أدنى من خنزير هايك بيوصفوا الإنجيل وبصير غريب بتسلط عليك وهو يرسلك الأرسله غريب من يرسل الله الذي يرسل بس لما بيغيب الله الشيطان بصير متحكم فيك وبحقرك بيشلحك الملوكية واليوم مع المخلة عم بفرجينا الرب الخطيئة التي تشل فيه ناس بيشوفوا ما بيعرفوا يقروا الأحداث بحسوا تعب كتير بحياتهم شغل كتير ومدخيل كتير لكن المردود قليل ما بنتهنى من اللي بنتعب فيه وبتحس تتعب بتتعب وبتكأنك حاطة بمور بتضلك بطرحك ما بتحس الدنيا عم تروح فيها لقدام هيدا الشلل طبعا وجمعة الجي رح تشوفوا الوجه الآخر للخطيئة التي تعمي فيه ناس بيبطل يشوفوا خيرهم فيه ناس بيبقوا عم بيدمروا بيتهم عم بيدمروا عائلتهم بتجي بتقلهم يا عمي شو عم تعمل شو فهمك بطل يشوف ما بيشوف إلا لا ملزيته بينعمى بصير يدافع عن الشر اللي عم يعمله ويقاوم الخير تعمل خطيئة من هون بيقول يسوع اعطيوا عيونا اللي يروا فلم يروا أزانا اللي يسمعوا فلم يسمعوا هايدي كل مشكلة لها الخطيئة وكل نتائجها أخد يسوع ومن هون جمعة الألام هي النهاية وعلى الصليب شرب المرارة طبع خطيانا لما نقال أنا عشان شربته البشري خلم مر مدق حولوا بقلبه إلى خمرة طيبة اسمها خمرة الإداس وصلمنا تحتالي نشرب منها الخمرة وناكل من هالجسد حتالي نرجع نبرأ من دق الخطيئة ونرجع أشخاص ذات قيمة يرجع لنا الملوكية نستحق بقوة موت يسوع وإيامته بقوة الاعتراف نستحق أن ندعى من جديد أبناء الله ترجع ابن الله بيرجع الله باي وترجع أنت ابنه هادي قصتنا مع الرب وهادي هي مسيرة الصوم مش بس انقطعت عن أكل لكن اتحررت بقوة هالصوم من كل المشاعة اللي عملته فيه الخطيئة بنا نصلي أحبائي حتى للرب يرجع يمدنا بالسلطان يلي كنا نتمتع فيه قبل ما الخطيئة اشتغلت شغلة فينا نتمتع فيه لهالسلطان حتى لي فعلا نستحق من جديد أن ندعى أبناء الله نستحق مش لقى بهك عابر تعرف شو يعني نهار بيرجع لك سلطان ابن الله كلمتك بهالديني ما بصير اتنين كلمتك ما بتصير اتنين أنا متأثر كتير بسير فوسدين بحياته قد ما حبته اليسوع وقد ما اشتغلت على حالة وتحررت من الخطيئة كانت ما تطلب منه شي مرة طلبت منه وقلت له بدك تخلص بولونيا فرجيها بولونيا شو عم بتعمل قال لها ما بتستحق لايك الشرب بس كرمالك رح خلص بولونيا كلمتك ما بقى تصير اتنين قدري تخلص الدولة باما وباية مرة قاعدة بدايرة مين كان سامع فيها لو ما تكتب مذكريتها وتخبر شو كانت تعمل هي ويسوع تتشوف شو يعني تسترد سلطان الله لإلك بس هايدي السلطة ما بتقدر تستردها إلا نهار بتحرر قلبك من كل شي اخد محل الله فيك من هون بيجي الصوم انت تحرر من كل مديات هالدني من شهوات هالعالم من مجده من سلطانه وتعيد لإلك المجد الحقيقي مجد يسوع فيك مجد الله عندك سلطان الله هاي مسيرة الصوم وقبشع شغلة اللي يغيق الله انه يشتغل فينا هي الخطيئة ما ننشتغل عليها تحت تالي فعلا يسوع يتمجد فينا ونقدر فعلا نخبر عن مجده مع كل اللي من التقافيون امين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر